سألت سؤال حضرتك مهن شو تميزت عن غيرك؟ إذا بني هي بدأت تصب بالسياسي تميزت بشغلي ما كبيت شعارات كثيرة كبيرة مثل ما عم نشوفها كل يوم ومني قادر حقق منها شي كبيت شعارات على قد كل قرية صغيرة أقدر حققها والناس هي بتحكم مهار الانتخابات إذا لازم تنتخب للشعارات الرناني اللي تطبيقها على الأرض سفر أو للمشاريع المتواضعة على قد كل قرية في لبنان وتحقق منها إشياء لتجي تقول هذا المشروع السياسي اللي أنا بدي إيه أنا ما بدي يجي اليوم الياس المري يقولي أنا بكرة بدي حرر الجولان ماني قادر حرر شي ماني قادر أنا بدي شلح السلاحي ماني قادر أنا بدي أعمل ماني قادر حاش بقى نخوف الناس معيشهم بجو شحن طائفة ونعبي هالجيل اللي عم بيطلع جديد بشعارات رناني ماني قادرين نطبق بنا شي نحن بالنهج القديم دولت الرئيس ضلينا بالنهج القديم يعني أنا مثلا كبنت المتن كنت بتوقع أنك تقلي بدي أخلق فرص عمل بين هللان للشباب بدي أعمل مصنع يمكن أو بدي أفتح مؤسسة طويلة يقدروا يشتغلوا بشي ضلوا بحاجة لإلي لا هن يتطببوا أو لا هن يحصلوا على الكهرباء أو لا هن يحصلوا على الماء أو لا هن يتعلموا أو لا تندفعوا قسطاتهم بالمدارس أو ما إلي ذلك وصل لك بس بدي نقطة قلتك أنا بنت المتن صح حضرتك من بسكنتر صح جارت بتغريب يعني نحنا مصاهرين كن بس بحب أقول للمشاهدين أنه أكيد بعرفيك سيد سامر من خلال الشاشة والإعلان بس أول مرة بتعرف عليك صحيح كان أول لقاء أنت ما يعتبروا المواطنين اللي عم بيخبرونا أنه لأن يجبنت المدن في لاب العكس لأ أنا ما بعثك هلأ عم بتشرفي بعرفتك صح رح قليك تعيدي السؤال إذا بتريدي لأنه طويل شوي السؤال هو أنه أنا كانت متوقعة أنك تخلق ما ترجع النهج القديم يلي هو لأ لازم إذا بدنا نتحكم نوقف على باب الزعيم وإذا بدنا نتعلم بالمدارس بدنا نقف على باب الزعيم وإذا بدنا نتوظف وإذا بدنا كل هول نقف على باب الزعيم نحنا بحاجة لمؤسسات نحنا تتعمل اكتفاق زادة للناس التوظف الناس يشتغلوا فيها ينتجوا يتعلموا من حالهم مش يضلوا واقفين على حدا يمدهم بهذا قامتا كانت الناس توقف على باب الزعيم كانت توقف على باب الزعيم لمكان الزعيم يستعمل مؤسسات الدولة لا يخدم الناس لا نحنا عم نجي نقول كل قريش وحاجتها بدنا نجرب نأمن لي من خلال طلباتهم وبعدين هن مفروض يستمروا ويكملوا يعني ما بيعودوا قلوا نشغل معي اللي بأمن لهم حاجتهم تا يعملوا أوتوسوفيزانس يعني يدبروا حالهم ويديروا الاشياء اللي نحنا قدرنا نساعدهم ونأمن لهم إياها أما اللي حضرتك قلتي ومعيك حق فيه الطرح الأول يوقفوا على باب الزعيم انه قلقت أنا احكي مع وزارة الصحة حكمه فلان ع حساب وزارة الصحة هذا بكون الإنسان عم بيبتز الدولة وعم بيستثمر الدولة مش نهيك فلست الدولة من أسباب تفليس الدولة أنا لأ أما القرية اللي بتجي بتقول طيب أنا بدي معمل كتير منيح بس قبل المعمل بدي كهرباء وقبل الكهرباء بدي طريق لهالمعمل يوصله الكاميون ويروح يوصله غراضه اللي بدي يبيعون بدي مائلة فيه يمشي وهذا بديك تأمني اللي اليوم معاد موجودة اللي هو ما توهزيني يعني بدول الموز ما بقى فيه دولة ما عنده مي وما عنده كهرباء وما عنده بيكتأمني لحد الأدنى بس بكرة اجيت قرية قال نحنا بحاجة لمعمل لهذا الموضوع وهذا أهيان شيء هذا الأهيان صحيح لأنه هيدا بده طيب برضه هيدا فيه منافسة أوية لأنه كل الأحزاب وكل الأفريقاء السياسيين بيشتغلوا بهيدا الطريقة كتير وين اني حضر ديك عم تقولي بنت المتن وأنا كمان وبس كنتا والتغيرين هني كانوا نضيعوا واحدا صحيح يفرجونا وين ان اللي أنا عم بحكي فيون هالإشياء البدائية وينين هلا بيشتغلوا عادةً بيتحركوا بالقرى بيشتغلوا عادةً بينشطوا قبل الانتخابات رح تكون ناشط على مدار السنين وكل يوم مرح رقع جوار مرح رقع زفت مرح رقع زفت ماني تاجر زفت ولا تاجر ترقع جوار أنا بهالعشر سنين بقدر اللي كتعلمت شغالي العمل المؤسساتي الدولي لهذا السبب إذا بقدر أعطي هذه الخبرة لمنطقتي أولاً ومن ثم للمناطق المسيحية الأخرى بكون قدرت حققت أمنيتي نعم وإذا ما قدرت عندي جرأة كافية كمان مثل ما نسحبت من كتير مواقع بحياتي وظهرت بكرامتي قول للمواطنين أنا جربت وما قدرت بس بدي جرب وبدأ أقدر